السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعيش اليوم مع سورة الاخلاص في رحاب كتاب الله عز وجل يقول الحق سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد هذه السورة المباركة هي سورة معرفة بالخالق المعبود باوجز لفظ وادله على المقصود سورة الاخلاص نزلت في مكة المكرمة حين كانت تعلوها معتقدات الشرك وعبادة الاوثان ونظام الجاهلية فجاءت ايات السورة الجامعة المانعة بمثابة اعلان عقيدة التوحيد عموم المؤمنين والمؤمنات مكثرون من تلاوة هذه السورة المباركة تجري على الالسنة لسهولة حفظها وعدوبة الفاظها وجلال معانيها فمنهم العارف معناها وكثير تخفى عليهم حقيقتها وعظيم فضلها ونفعها فهيا بنا نتعرف على سورة الاخلاص ان مما يدل على فضل هذه السورة كثرة اسمائها وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى وهي نحو عشرين اسما تصب كلها في فلك التوحيد ومعرفة حق الله على العبيد ورد على عباد الاصنام والاوثان القائلين بالثنوية والتتليت وجميع الاديان الباطلة واشهر اسماء هذه السورة الاخلاص وسميت بذلك لانها اخلصت التوحيد لله تعالى ولانها خالصة للحق عز وجل ليس فيها امر ولا نهي فليس فيها الا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وكذلك لان قارئها وتاليها قد اخلص دينه لله وانها تخلص قائلها من الشرك اذا قرأها معتقدا ما دلت عليه وان في قراءتها خلاصا من عذاب الله ثم سميت الاخلاص لكونها مشتملة على انواع التوحيد التلاثة وهي التوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات لهذا من اسمائها اضافة الى سورة الاخلاص تسمى سورة التوحيد وتسمى ايضا سورة الصمد لانها مختصة بالصمدية بذكر الله تعالى وتسمى سورة النجاة لانها تنجي من الكفر في الدنيا وتنجي من النار في الاخرة وتسمى سورة الولاية لان من قرأها صار من اولياء الله ولان من عرف الله على هذا الوجه فقد ولاه وتسمى سورة المعرفة لان معرفة الله لا تتم الا بمعرفة هذه السورة فقد روى جابر ان رجلا صلى فقرأ قل هو الله احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا عبد عرف ربه وتسمى سورة الجمال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال فسألوه عن ذلك فقال احد صمد لم يلد ولم يولد ويروى في سبب نزول سورة الاخلاص عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان مشرك مكة قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد شأقت عصانا وفرقت كلمتنا وسببت آلهتنا وخالفت دين آبائك فان كنت فقيرا اغنيناك وان كنت مجنونا داويناك وان كنت قد هويت امرأة زوجناكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة انا رسول الله ادعوكم من عبادة الاصلام الى عبادة الله فقالوا له يا محمد انسب لنا ربك بيّن لنا جنس معبودك ام من ذهب هو ام من فضة فانزل الله تعالى سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمض لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد قال عكرمة رضي الله عنه لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن الله وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر وقال المشركون نحن نعبد الاوتان انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد ولا يتلق هذا اللفظ على احد في الاثباث الا على الله عز وجل لانه الكامل في جميع صفاته وافعاله ايوان احباب الكرام ان السورة الاخلاص من حيث الاجر والتواب فانها تعدل تلت القرآن فقد روي عن ابي سائل الخذري رضي الله عنه قال ان رجلا سمع اخر يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها فقال النبي والذي نفسي بيده انها لتعدل تلت القرآن والذي نفسي بيده انها لتعدل تلت القرآن وفي حديث اخر عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله احد فلما رجعوا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال النبي اخبروه ان الله يحبه اخبروه ان الله يحبه وقد تبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ذكر في اجر وثواب سورة الاخلاص فقال من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر اذا نستكتر يا رسول الله فقال النبي الله اكتر واطيب الله اكتر واطيب وسورة الاخلاص الدعاء بها مستجاب ففي الحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم اني اسألك باني اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمض الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد فقال النبي والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ايها احب الكرام تعالوا بنا نتأمل في المعنى الاجمالي لسورة الاخلاص محور السورة يدور حول صفات الله جل وعلا الواحد الاحد الجامعي لصفات الكمال المقصود على الدوام الغني عن كل ما سواه المتنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والممثلة هذه السورة المباركة تضمنت اهم الاركان التي قامت عليها رسالة الاسلام وهي التوحيد الله وتنزيهه تبدأ السورة بتنزيه الله تعالى عن الشرك والاحتياج قل هو الله احد الله الصمد تبدأ لا بصيغة الامر بالايمان بل بصيغة الامر بالاعلان فقوله تعالى قل يا محمد قل امر بالصدع والتصريح العام على الملأ قل هو الله احد اي هو سبحانه وتعالى الواحد الاحد المتوحد بجلاله وعظمته الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل وليس له الشريك بل هو جل علاه متفرد بالجلال والعظمه فكل ما خطر على بالك فالله تعالى مخالف لذلك ومعنى كلمة الصمد الله الصمد اي الكامل في صفاته الدائم والمحتاج اليه الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته لانه ليس شيء يولد الا وسيموت وليس شيء يموت الا وسيورت اما الله سبحانه وتعالى فانه لم يلد ولم يولد ولا يموت ولا يورت فكلمة الصمد هو الكامل في صفاته وقد روي ان عربيا كان يعبد صنما فاد الله يقول له يا صنموا يا صنموا يا صنموا ثم اخطأ فقال يا صمدوا فاجابه الله تعالى اي عبدي سل تعطى والصمدية معناها دعوة الناس الى الالتجاء الى الله وحده وعدم الالتجاء الى غيره من المخلوقات والعباد لكونهم لا يملكون نفعا ولا در ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بل حتى العباد والزهاد والصالحون هم انفسهم محتاجون لمن يصرف عنهم السوء ويقضي لهم الحوائج فمثلا ربنا عز وجل حينما كان ينهى النصارى عن التمسح بالمسيح وطلب العون والاستغاثة منه قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان ياكلان الطعام وطبعا من يأكل الطعام فانه يشبع ثم بعد ذلك يتبرز فهل يعقل الاله ان يتبرز الله الصمد لم يلد ولم يولد يعني سبحانه وتعالى مستغن عن الولد فمن احتاج للولد فهو ناقص ومن يلد فهو زائل وفان فالولد انما يكون للحاجة اليه اما في المعون على مكابدة الدنيا وانما في الحاجة الى بقاء النسل والله عز وجل مستغن عن ذلك فلهذا لم يلد لانه عز وجل مستغن عن كل احد وايضا يلزم من هذا اذا كان يلد ان تكون له صاحبة اي مماثلة ومجانسة وهذا ما ابطله الله تعالى حينما قال انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ففي هذه الاية رد مفحم باسلوب السؤال الاستنكاري فالولد يحتاج الى صاحبة تلده يعني امرأة الى ام اما الله تعالى فهو سبحانه ازلي ليس قبله شيء وابدي ليس بعده شيء لا مثيل له ولا نظير ولا شريك سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا فمن كانت صفته الرحمن يستحيل حقلا ان يكون له ولد فمن له ولد ليس بخالق ولا ازلي فالنقيضان لا يجتمعان ابدا قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وحينما يقول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد هذا رد على تلاتة واقف منحرفة من بني ادم وهم المشركون واليهود والنصارى لان المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا وقالوا ان الملائكة بنات الله ورد على اليهود لانهم قالوا عزير ابن الله ورد على النصارى لانهم قالوا المسيح ابن الله فكذبهم الله تعالى بقوله لم يلد ولم يولد لانه عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولودا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد اي لم يكن له احد مساويا في جميع صفاته ولم يكن له كفؤا احد لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء فنفى الله تعالى عن نفسه ان يكون والدا او مولودا او له مثيل او شبيه بهذه الفضائل والبركات ولهذه الدلائل والخيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سورة الاخلاص سورة الصمد كان يتعهدها في كثير الاعمال والاحوال وعلى ذلك الهدي الانور والسبيل الاخير صار خيار هذه الامة يتلون سورة الاخلاص حق تلاوتها ويتفهمونها حق فهمها ويتمثلون بها احسن تمتيل ويبجلونها اعظم تبجيل حتى انها ما تغيب عن ادهانهم ولا تتعتر على السنتهم ايها الاحباب الكرام لقد دأب سلفنا الصالح على تعليم اطفالهم سورة الاخلاص منذ نعمة اطفالهم يحفظونها لهم ويشرحون معانيها حتى يتشربوا اسرارها فكيف نعلم اطفالنا سورة الاخلاص نأخذ الطفل الصغير ونفتح المصحف الشريف على سورة قل هو الله احد نقول له يا صغيري هذه سورة صغيرة اذا قرأتها ثلاث مرات فقط فكأنك قرأت المصحف كله لانها تعدل ثلث القرآن وهي سورة يحبها الله ويحب من يقرأها تخيل انك اذا قرأتها عشر مرات بنى الله لك قصرا جميلا في جنته هل تحب ان نبني قصورا هذا اليوم هيا اذا نقرأها عشر مرات يا صغيري قل هو الله احد تعني ان الله واحد ليس هناك رب اخر لنا فهو الله وحده لا شريك له لا نعبد احدا غيره خلقنا ويرعانا دائما نحبه ويحبنا الله الصمد يعني هو ربنا الذي نحتاجه دائما في كل امور حياتنا نحتاجه عندما نخاف عندما نمرض وعندما نتعب وعندما نحتاجه للمال هل تعرف كيف ننادي الله ليساعدنا ندعوه نقول يا رب يا رب ونطلب منه ما نشاء وهو يسمعنا ويقدر ان يحقق لنا ما تمنينا اذا كان امرا فيه خير لنا هذا معنى الله الصمد لم يلد ولم يولد ان الله تعالى خلق الانسان لكن لم يخلق هو احد فربنا الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء ليس له ولد ولا والد ولا زوجة ولا ام ولم يكن له كفؤا احد فكل اشياه في الحياة لها الشبيه انت مثلا تشبه اختك وتشبهني الحيوانات تتشابه النبتات تتشابه لكن الله تعالى لا يشبه اي شيء نعرفه ابدا ليس هناك من هو في مثل قوته وعظمته وجلاله ونصيحة للامهات حينما تحفظين ابنك سورة الاخلاص وتشرحين له معانيها عوديه ان يقول سبحان الله سبحان الله عند حديثك عن الله تعالى وعلميه ان يحترم ذكر الله جل علاه ونصيحة اخرى ايتها الام او يا ايها الاب لا تتوتر ولا تتوتر عند سؤال طفلك سؤال غريب او اسئلة لا تليق عن ذات الله عز وجل كأن يقول لك هل الله موجود فمن خلق الله وهل الله يجوع هل ينام واين هو لماذا لا نراه فهذه الاسئلة قد تقلق بعض الاباء لكن الاطفال لا يقصدون بها الا معرفة الحقائق والفضول فاللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين بارك لنا وبارك فينا ببركة سورة الاخلاص يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك ما اعظم شانك يا مولانا يا سيدنا يا غاية رغبتنا اللهم اكرمنا ولا تهننا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضعنا اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله